يعني ايه أورام الرحم اللي فيه؟ طيب الحقيقة أورام الرحم اللي فيه هي حاجة منتشرة جداً مؤخراً بقت زيادة يعني هنا في الأبحاث العلمية وفي المراجع كلها بالنسبة بنتكلم على تقريباً حوالي من 25% من السيدات في عمر الإنجاب بالذات اللي هو بنتكلم من عمر 20 إلى 45 في خلال هذه الفترة تقريباً بنتكلم على ربع يعني أقل من ربع بنسبة بسيطة من السيدات ممكن أن يتعرضوا إلى وجود أورام اللي فيها داخل الرحم وهي أورام حميدة حشان بس نتفق هي كلمة أورام اللي فيه كلمة أورام بتخد شوية جداً جداً نسا قلت قبل نتناقش مع حضراتكم قلت لكم أن فيه مرضى عندي تأخر إنجاب ووقما بيقولولي بلاش نسميه أورام فأقولولي يا جماعة أورام دهما كيس الدهني هو نوع من اسمه هو أورام الورام الدهني المش عارف في ساعات أي فاس فوس اسمها أورام تصنف على إنها أورام لكن أي حاجة برزة اسمها أورام بس حميدة أو مش حميدة فأورام حميد داخل عضلة الرحم بيطلع من الخلايا العضلية داخل جدار الرحم خلاص ويختلف مكانه وصفاته وحجبه طبقاً لتصليفات عدة لتصليفات عدة نعم أنا السور توضح شكل الأماكن للورام بالذات حاجة ممكن نشوف حاجة علينا هو الحقيقة دي صورة لطيفة بس يعني هو فيه كمان الكلاسيفيكيشن أو التصنيف هو مقسم من جريد زيرو إلى جريد سيفن تمام فإحنا ممكن نتكلم أن لو الورام اللي في داخل كله وداخل تجويف الرحم اللي هو تجويف اللي اللونه بني ده لو الورام زي المتدلي زي مكتوب المتدلي ده ده كده جريد زيرو أو درجة زيرو فيه ورام تاني يبقى درجة واحد جريد وان ده اللي هو يبقى نصه بس أقل من نصه داخل فيه عضلة الرحم وأكتر من نصه بارس فيه تجويف الرحم تمام فيه جريد تو اللي هو أكتر من نصه داخل جوه العضلة وأقل من نصه بارس في تجويف الرحم عندنا السورة تالتة عتاكت ستكون موضحة لل فيه بقى جريد ثري اللي هو كله جوه عضلة الرحم ولكن لامس بطانة الرحم مجرد لامس بطانة الرحم جريد فور بقى اللي هو في وسط عضلة الرحم وبينه مسافة قصيرة جدا بينه وبين التجويف وبينه وبين خارج الرحم تمام جريد فايف اللي هو نرجع العكس بقى فهنا جريد فايف احنا بنتكلم انه هو ده ورمليفي أقل من نصه بارس خارج الرحم وأكثر من نصه في عضلة الرحم تمام جريد ستة وسبعة بقى العكس تماما ستة ده أكتر من نصه داخل خارج الرحم وسبعة كله خارج الرحم اشتركوا في القناة